النهاردة هنستغل بواقي الفوم وكمان بقرة تيب الفودي ده في فكرة حلوة قوي وعملية الفكرة دي بعتت هالي احد المتابعين وطلبت مني شاركها معاكم وهي فعلا تحفى اتعجبكو جدا يلا بينا نشوف الطريقة بحب احتفز بكرتين التيب عشان الافكار الحلوة اللي زي دي فنستخدم الشامع كده عشان نلزأ اتنين في بعض بعدين نجيب كرتونة وناخد مقاسة دايرة عليها ونقصها كمان ممكن بدل الكلام دا كله تستخدمه الا بالحليب نجيب بقى كرتونة ونحط عليها شامع او حتى غيرها نلزأ عليها الدايرة دي بعد كده غلفتها بالفوم الاسود اخترت اللون الاسود عشان يبانى عليه كل الالوان اللي هستخدمها بعد كده ممكن تستخدموا قصائص الفوم على كرتونة على طول بس يعني الفينيش مش هيبقى احسن حاجة وانا بالزأ الفوم بخلي كل الزيدة من فوق بعدين نحط شامع من جوه كده واندخل كل الفوم دا الجوه دلوقتي جي دور قصائص الفوم هاتوا كل الالوان اللي عندكم محتاجين بقى نقص الفوم دا على شكل المسلسات كده نحاول نزبط حجمهم بحيث ما يبقاش في حاجات كبيرة اوي وحاجات صغيرة اوي جهزت مجموعة مسلسات كده من كل الالوان اللي عندي وبعدين بدأت لزأهم كده وحاولت اسيب فراغات تكون متساوية بين كل المسلس والتاني نصاكوا بقى الالوان جنب بعض كده وزبطوها وهتطلع معيكم طحف بصوا بقى شكلها حلو جدا جدا ممكن تحطوا فيها الادوات بتاعتكم هتبقى حلوة قوي على المكتب ومتنسوش تكتبوه رأيكم في الفكرة